موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك في حلقة جديدة من فتاة والناس هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا عن الزكاة الزكاة مهمة جدا عند الله سبحانه وتعالى عشان كده هنلاقيها كتير في مواضع كتيرة مختلفة في القرآن الكريم لأهميتها العظيمة عشان كده هنقف مع حضرتك وقفة هنفهم معنى الزكاة لأنه كتير جدا بيسأل عن الزكاة عن العقارات عن الشؤق الزكاة عن الدهب الزكاة اللي ممكن يأخرها لشهر رمضان هل ينفع نأخر زكاتنا لحد شهر رمضان عشان ناخد سواب أكبر وناخد حسنات أكتر ده اللي هنعرفه النهاردة مع فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدور الإفتاة المصرية اللي بنسعد دايما بوجود فضيلته معنا على الهواء أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علي أهلا وسهلا بحضرتك كتير قوي بيسأل ودايما دايما في فتاوى نهاس الأسئلة بتيجي عن الزكاة زكاة الدهب أطلع أزاي زكاة على العقارات زكاة على الأرض الزراعية الزكاة لو فيه فلوس في البنك هطلع الزكاة بتاعت أزاي وأحسبها أزاي في شهر رمضان لإن لي قدسية خاصة فعايزين نفهم من فضلتك هل ينفع أخر زكاة المال لشهر رمضان حتى لو عد عليها الحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محملين على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيجب علينا أن نتنبه إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام والصيام ركن من أركان الإسلام يعني كلاهما ركن الزكاة ركن والصيام ركن وعلى هذا فلا ترابط كبير ما بين الركنين أو أنه ما يجب علينا أن نربط ما بين الأمرين فنتحكم في أن تكون الزكاة في شهر رمضان ولكن بطبيعة الحال الإنسان يكثر جوده وكرمه في شهر رمضان فكثير من الناس بيأخر زكاة أمواله أو بيضبط حاله على أن يكون دايما زكاة في شهر رمضان علشان يكون فيه أبواب من الخير كثيرة جدا للمحتاجين في شهر رمضان فيسد خلاتهم بما لديهم أموال الزكاة ولكن هل هذا هو الأصل؟ يعني هل يجب علينا فعلا أن نتحرى أن تكون الزكاة في شهر رمضان؟ لا الزكاة لها مواعيد كما أن الصيام له مواعيد موعد الصيام في شهر رمضان طب وموعد الزكاة موعد الزكاة عندما يحول الحول على المال طب إيه اللافت للنظر في هذا الأمر؟ اللافت للنظر في هذا الأمر أن الزكاة متفردة عن بقية أركان الإسلام أنه ليس لها موعد محدد لجميع الناس صحيح يعني الصيام شهر رمضان لما بيجي كل الناس بيتصوب موسم الحاجة لما بيجي كل من أراد أن يحج لازم يحج في هذا الوقت ما يقدرش يأخره الصلاة لما الأذن بيؤذن لازم كل الناس تقوم تلتزم بهذا إن الصلاة كانت عنه كتابة من قوة يبقى لازم في هذا الميقات لازم في هذا الوقت نقوم نصلي وعن فعش أن أخر الصلاة عن معاد إنما الزكاة الزكاة حاجة تانية خالص الزكاة ليس لها ميعاية شرعي محدد لكل الناس وإنما هي لها موعد شرعي محدد بحسب كل إنسان متى يكتمل نصابه ومتى يبدأ حولان الحول على اكتمال هذا النصاب يعني لو شروط توفرت على المبلغ ده أو على الحاجة اللي معاه وتبلغ النصاب ويعبدأ عليه الحول فيبدأ أيضا الحول ده لو بدأ في شهر شعبان هينتيه في شهر شعبان بدأ في راجب هينتيه في راجب بدأ في محارب هينتيه في محارب طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى عمل كده لأن حاجة الفقير لا تنتهي وليس لها موعد الفقير والمسكين والمحتاج واليتيم وكل إخواننا اللي بنعطيه من أموال زكاتنا أو من أموال صدقاتنا بيحتاجوا في كل وقت يعني في الصيف وفي الشتاء في الربيع في الخريف في شهر المحرم في شهر الرجب في شهر رمضان في كل في كل الأيام وفي كل الشهور هنلاقي مسكين وفقير ويتيم وأرملة محتاج المساعدة وعلى هذا فمن حكمة الله سبحانه وتعالى لأنه لم يوقت ميقاتا محددا حتى يخرج نازكتهم وإنما مرتبطة بفقط اكتمال الحول بعد أن يبلغ المال النصاب فهتلاقي فيه واحد اكتمال نصابه وحالة بدأ الحول يعد الحول من شهر المحرم واحد من سفر واحد من ربيع وهكذا علشان في كل شهور السنة يكون فيه دايما فيه زكاة ويكون فيه دايما مساعدة للفقراء والمحتاجين طيب ينفع أدم الزكاة بتاعتي مقدما في شهر رمضان يعني أطلعها بدري كويس الأول بس احنا الوقت يعرفنا إننا ما فيش ترابط ما بين شهر رمضان والزكاة تمام أصحاب صيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا بيه كانوا بيشغلوا نفسهم بحساب الزكاة في شهر شعبين وكانوا بيخرجوها كلها في شهر شعبين ليه؟ قالوا علشان نتفرغ للعبادة في شهر رمضان ما يشغل شبالنا بحساب الزكاة وعطينا مين؟ ما عطناش مين؟ آي خرجنا لكذا ما خرجناش كذا لا كانوا علشان يتفرغوا للعبادة في شهر رمضان ويصفوا أزهنهم وقلوبهم للعبادة في شهر رمضان كانوا بيتخلصوا من الزكاة كلها آخرها شعبين يكون كل الناس خلصت زكاتها في إيه؟ في شهر شعبين ويتفرغوا للعبادة طب والمحتاجين اللي في شهر رمضان هذا كان من باب الصدقات وصدقة الفطر بقوا الحاجات الجميلة اللي بنعملها في رمضان وإطعام الصائبين وكذا 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 هكذا كان هدي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب هل يجوز أن أنا أقدم الزكاة أو أأخر الزكاة؟ هذا سؤال؟ نعم يجوز ولكن يكون له رابط وصلحة الفقير يعني لو فرضنا أنه فيه جائحة حصلت فأصبح الناس في عوز وبعدين أصحاب الأموال لقينا أنه في بعضهم أو كتير منهم لسه الحل ما هيحلش دلوقتي ولكنه عنده أموال وهيزكي عنها فنقوله إيه؟ نقوله لا مانع أن تقدم أموال الزكاة وفي ماذا بالحنة فيه كمان حاجة جميلة أوي قالوا إيه؟ قالوا يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة عام وعامين وثلاثة بدري بدري سنة واثنين وثلاثة طب إيه الحكم في كده؟ الحكم لأن الناس محتاجة جائحة حصلت فكل الناس أصبح عندهم عوز الفقر زاد في المجتمع وأصحاب رؤوس الأموال لو أخرجوا زكاة السنة دي فقط مش يسرد للناس ودي جائحة حصلت ولازم نسرد حاجة الناس الآن نقول لهم إيه؟ إنت بتخرج زكاة إيه كل سنة؟ يقول مثلا بخرج عشر تلاف نقول له طيب شوف اخرج السنة دي ويحسب للسنة اللي جاية ويحسب للسنة اللي بعدها وبخرجها مقدما يوم يخرجها مقدما طيب والسنة اللي جاية أنا شضماني إن أنا بالفعل كنت أخرج عشرة وأكتر والأقل نقول له إيه؟ احسبها ويقسم العشرة تلاف اللي إيه؟ اللي إنت أنفقتها السنة اللي فاتت وشوف والله لو إنت عندك سنة دي 12 ألف بتخرج الفين بس. عندك هم العشرة خلاص. اقل يبقى انت اخرجت زيادة عن السنة اللي انت فيها. الف. هتخصمه من السنة اللي بعدها. وهكذا. طيب وفي تأخير الزكاة نفس الحكاية. لو انا عندي اموال زكاة. ولو اخرجتها كلها في شهر رمضان مثلا. او في شهر اللي حال فيه. ممكن اجد ان في بعض الفقراء محتاجين فلوس ولكن بعد شهرين. في المدارس مثلا. في موسم معين. في مش عارف ايه. فانا لسه عندي بعد شهرين او ثلاثة او اربعة. فيه ناس فقراء متعاولين يجوا ياخدوا فلوس علشان لهم حاجيات معينة في هذه الوقات. نعم. هل من الممكن اني اتدخر من مال الزكاة شيء حتى اسد به حاجة هؤلاء الفقراء بعد شهرين او ثلاثة او عشرة. ما فيش مانع. ولكن لازم يكون دايما السبب مرتبط بحاجة الفقير الى تقديم او تأخير اموال الزكاة. جميل. ازل فضلتك دكتور علي معانا استاذ سلم على التليفون. السلام عليكم ورحمة الله بركاته. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيبة. كان عندي ثلاثة اسئلة. تفضل. ثلاثة مرتبطين ببعض. اول شؤال. انا دايما بقول يا رب انك تدخل الجنة. انا نفكي عيش الحياة في الجنة. الحياة ان شاء الله لكلنا باذن الله ان ندخلها. فهل ده انا كده غلط ان انا بفضل اتمنى اتمنى ان ندخل الجنة. مش مثلا بستنى ان ربنا يرد عني واصلي وبعمل حاجاتي كلها عشان ادخل الجنة. ده اول سؤال. تمام. ثاني سؤال لو انا بعمل زنب وبطلع قدامه صدقة. وبطلع قدامه اطعام او حاجة. فهلا انا كده منافقين يعني انا بمسح الزنب بالفلوس بتاعنا قصدي. تمام. ده ثاني سؤال. ثالث سؤال. في حديث بيرعدني واتمنى ان اشتفي ربي طوم من قلبي. الحتة انه هو ان بيجي على قومي وقت اللي هم جبال من النور. يا ذهبها الله هبقيا مسبب الزنوب. هل دي امشي وراها ولا ان الحسنات يوهبنا في طيقات. الله يبرك. حاضر يا قسان سلمة. معانا اسازة ايمن. الو. اسازة ايا. وعليكم وسلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيك. اتفضلي. اكيد اتفضلي. انا مستمع حاجة. ممكن تقفي في مكان فيه شبكة وتكلمينها بالراحة. ما اقول بالنسبة للجابات. انا عاد بالنسبة للجابات. انا مستمع برضو بالنسبة للجابات. طيب حاولي تتصل بنا ايه لاننا مش سمعين السؤال كويس. معانا اسازة نادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايوة. 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 اا اصلا يعني سألت كم مرة قولينا هتتحذب عني. انا والدي في مع ربانيس. ايوة. ايوة. انا عندي اربح سنين مع امي انا واخواتي. فاا. ما كانش بيصرف علي ولا بيجتنا وكنت لما عيت عشان اروح له. كنت اروح ما ما كانش حتى يقول لي يقولي ولا يبقيني تنيه ولا نزلة ولا اي حاجة. فأنا الدنيا مخبطة معي بقوله وليه زم علي. انت مؤطعة خالص ولا بتكلميه؟ هو مات امي ماتت انا عندي سبعين سنة. بس هو يعني طب امي وانا عندي اربع سنة انا عندي دلوقتي سبعين سنة. الدنيا يعني معمولة معي مع ابني وبقول انا يمتل جنبه بس انا عايزة اعرف. حاضر يا حاجة نادية طب السؤال. وانا فيه سؤال تاني معلش فيه. انا بعض يعني قادة لبني كتير. ويعني مش عارفة مش عارفة يعني ربنا مش متجد مني ولا ايه. طيب سؤال التالت. باستغفر كتير وبعمل يعني وبصلي انا عذا ما بتحركش وبصلي وبعمل وباستغفر كتير. ومش عارفة انا عايزة برس الشيخ دي امانة عنده. ويدا لبني. ويدا لبني بالهداية والنجم. حاضر يا حاجة نادية. عايزة حاجة من الدنيا اكتر من كده يعني مش عايزة اي حاجة من الدنيا اكتر من ابني يبقى كوعي. ربنا يهديه ويصلح حاله يا ربي يعني ويكبر بخاطرك حاضر يا حاجة نادية. يا رب يا رب يا رب. شكرا لك. يا رب عايزة عرب بس وربنا يعني مش متسامحني عشان كده مش بيقبل مني. حاضر. طيب معي انا هاجر. شكرا عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واهلا بيكي. واهلا بيكي يا أستاذ. اتفضلي. حضرتك انا عندي سؤالين. نعم. عندي سؤالين. اتفضلي. اه انا عندي الدورة الشهرية بتجيلي يوم 11. فجاتلي دلوقتي حاجة بسيطة يعني. انا مش عارفة كامل سيامي وصلي ولا انا كده فترة بسيطة. طيب اوكي. السؤال التاني. السؤال التاني. والدي متخانق مع حد وشرب مية فترة يعني. تميلش اليوم. مش عارفة يعني. يعني كان متخانق فريق ونجف يعني فشرب مية ولا شرب مية. لا وتخانق يعني مع بعض. يعني مع كده وراح شرب مية. بعمد يعني ولا كناسي. لا هم بعمد. غلطوا يعني ببعض وكده فحس انه اليوم خلاصة اليوم ضع عليه. حاضر. اه اه يعني يعني طلع الفلوس او اليوم تاني كده. حاضر يا استاذ هاجر. شكرا ليك يا فندم. معينا استاذة منار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت طيبة وبصحة وسلامة. تفضلي. عايزة أسأل فضلت الشيخ. تفضلي. لو سمحت يا شيخ فيه حد بيبعث معي مصاعدة مبلغ يعني. لوحدة بتربي يا تاما. والوحدة دي خدتها الفترة وبعدين اقيت لنا مش محتاجة. فانا مني النفسي رحت عطتها لحد تاني محتاج يعني. بس من غير ما استأذن صاحب المبلغ. هل أنا كده علي زند. ولو علي زند بقى طلع كفارة ايه. طيب حاضر. شكو ليك. سؤال ثاني. طيب تفضلي طبعا. معرفش فيه فيه حد يعني أنا بعمله بميرضي الله وبعمله كويس. والحد ده دايما يعني مش بيحق الجنين ومش بيتمارش. وانا دي صعب علي. فعملته كتير وجدها نفسي سنين تتير. وبعدين قلت خلاص يعني أنا بني وبينه ربنا طالما هو مش يعايز يعملني كويس. أنا اختصرته. بس هو برضو بيعمل لي مشاكل. فأنا مش بكلمه. هو قريب من بعيد. فهنا أنا علي وزر أو حاجة. حاضر يا أستاذة منار. شكرا لك يا فندم. طيب دكتور علي. أستاذ سلمة. بتدعي وبتتمنى لها تدخل الجنة ودايما تقول نفسها عيش في الجنة. مش بتدعي بحاجة تاني. هل الشكل ده؟ هي بتقول أحسن الدعاء بدخول الجنة. ولا كان أحسن أقول لي رب ارضى عني. وقف الزنوب أيما. ده أحسن وده أحسن. لا احنا كمان لو دعينا ربنا نحن ندخل الجنة مفيش مانع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اسألتم الله فاسألون فردوس. يا مش الجنة بس. لا اسألوه أعلى مكان في الجنة. طيب لما نسأل ربنا سبحانه وتعالى اللي دخلنا الجنة. هو ما هو الطريق الموصل الجنة. رضى الله سبحانه وتعالى. نحن نقول يا رب دخل الجنة يعني يا رب ارضى عني. يا رب اغفر لي زنوبي. يا رب خلي في آخر مشوار في آخر طريق خالص الجنة. في أحد الصالحين كان مرة راكب مركبة. فهو ماشي في البحر. فالرجل اللي بيسوق المركب بقى معاه. فلا ناس شغلين نفسهم بالله هو اللاعب. راجبين مركب مقابلينهم كده. لا شغلين نفسهم بالله هو اللاعب والغناء والترب وحاجة كده. فامر الشيخ قال. قال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخر. الله. فامر الراجل المركبي اللي بيسوق المركبة. قال له يا عم الشيخ دول الاهل له ومعصية. دول عملين بيلعبوا يتعووا يتبعوا 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 يتخلوا بالجنة. قال له يا ابني ما همت بشويخ بالك. لن يفرحهم في الآخرة إلا أن يتوب عليهم ويهديهم ويصلح حالهم. وبعدين بعد كده فرحهم بالجنة. الله شفت الكلام. فهي نفس الحكاية هي بتزدعي ربنا لتدخل الجنة. طيب هو أنت مش تدخل الجنة إلا لما ربنا يرضى عنك ويغفر لك ويرحمك ويتوب عليك وهكذا. إذن فدعاء بدخول الجنة مقبول طبعا إن شاء الله بإذن الله. ما فيش ما نعيد يا ربي يدخل الجنة. يا ربي كلنا يدخل الجنة. يا رب اللهم أمين يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. طيب لما بتعمل زنب بتطلع قصاده صدقة بتعمل خير. هي بتصليها كده منافقة. لا هي مش منافقة. هي كده بتطبق حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها. يعني في كتير من الناس يقول ايه أنا ما بصليش. ليه يا سيدي ما بتصليش. أصلا بعمل كذا كذا وبعمل زنب كذا فأنا مكسوفة قدام ربنا. أقول له سبحان الله يعني انت كمان بتعمل الزنب وكمان ما بتصليش. طب على الأقل صلي. يمكن الصلاة اللي تكون سبب في هدايتك. إنما بتعمل الزنب وعلشان ما بتعملش الزنب يبقى ده سبب فينك انت ما تصليش. لا غلط. آه أنا مش بعمل كذا. أصلا بعمل لا. مهما كنا بنرتكب من الزنوب. لازم لازم نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأحوال. بصالح الأعمال. ليه؟ لإنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصالح الأعمال. هيكون هذا يعني سبب في إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. فيكتب لنا الهداية والرشاة والتوبة. أصلا قوات الشيطان يقول انت زي تعمل كده وانت لسه عمل كده. انت لسه ليك عين تقف بين إدن ربنا. وانت عامل معصايا وزنب كدير. ما هو الشيطان عاوز ياخدنا من العبادة بأي طريقة. فالشيطان عاوز يشككنا حتى في أمر العبادة. عاوز يشككنا في رضى الله سبحانه وتعالى. وده يقول لك إيه؟ انت مش مكسوف على نفسك لما توقف كده وقدم ربنا وانت لسه عامل كذا. ملاكش دعو. ده ربي أنا. ملاكش دعو. يعني خلي بيني وبين ربي. كميل. فلما نعمل حاجة غلط لدى الأحسن بمجرد نعمل ذنب. ونفوق لنفسنا من الذنب اللي احنا عملنا. نستغفر ربنا. ونتوب. ونقرأ قرآن. نتصدق. نعمل أي شيء من الأعمال اللي اتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. علشان هذه الحسنة. إن شاء الله بفضل الله تمحوا هذه السيئة. السؤال التالت والأخير لأساس هالمحي. بتسأل عن الآيات أو الأحاديث اللي تخوف شوية دكتور علي. وفي نفس الوقت فيه أحاديث تانية. يعني تطبطب علينا كده وتقول لا. إحنا تمام وممكن. يعني إن شاء الله ربنا يغفر زلوم. ما هو لازم نخايف. لانشان لو ما خفناش هنجترق على المعصية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ايه أتدرونا من المفلس. المفلس من ليس له درهم ولا دي نهر. المفلس ما معهوش فلوس. المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة. بصلاة وزكاة وحاجة. حمل كل حاجة كويسة. ولكن شتم هذا وصفك هذا وظلم هذا وأكل مال هذا. فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. وإذا فنيت حسناته طلحت عليه سيئة ثم طلح في النار. طبعا الحديث ده يخوفنا. الحديث ده لما أنا أسمعه. أحاسب نفسي على كلمة واحدة أنا ممكن أكون جرحتي بها حد. أو إن أنا أخذت دور واحد قبلي. أو إن أنا تخطيت فلان. أو ظلمت فلان. أو قلت كلمة واحدة في حق فلان. وهكذا. فحنا لازم نخاف علشان ما نرتكبش المعاصر. ولكن لو عملنا. نعمل إيه؟ على طول نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان للعباد حقوق. نروح نوفي أصحاب الحقوق حقوقهم. ونطلب منهم المسامحة. وكذا وكذا. علشان نقابل ربنا سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله على خير. بإذن الله. طيب. أستاذة نادية. هي واضح إن في مشكلة نفسية متعلقة بوالدها. يعني هو مربهاش هي وإخوتها وساب ممتها. وهي بنت صغيرة أربع سنين. فهي حاسة بالزنب. هو خلاص توفية ربنا يرحمه رب. فعندها ابن كمان يعني معذبها ومطلع عنيها. فهل ده بزنب ده؟ هو يبدو إن هي عملت حاجة. لما وجدت إن أبوها تركها وهي صغيرة. فما كانتش بتبره. فلما ما كانتش بتبره. وسهي قلت رحت له مرة ومقابلهاش كويس. فتقريبا بقتش بتروح له تاني. طيب يعني ما عاليش ولكن هي في النهاية. قطعت الصرة بينها وبينهم. لغاية لما توفي. يعني ممكن تكون في البدايات كانت بتروح له. بيعملها معاملة سيئة. ما بقتش تروح تماما. وخلاص وقطعت وما بقتش تروح. ممكن يكون في نهاية عمره كان لسه خلاص بقى رجل كبير ومحتاج مثلا حد يخدمه وحد يراعيه. ولكن هي خلاص خلت موقف إني مش هروح فهم مش هروح خلاص. ممكن يكون هذا حصل. ولكن هي تربط ما بين هذا وما يبدو إنه ابنها بيعقها الآن. فهي بتربط ما بين عقوقها لأبوها أو عالم اهتمامها بأبوها في بعض فترات حياته وقد يكون غالب في نهاية عمره. وما بين عقوق ابنها ليها الآن. هل ده مرتبط بده؟ ممكن يكون مرتبط الله أعلم. ولكن طب احنا نعمل إيه؟ الآن نستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا. نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي شيء كان فيه عقوق ولو كان غير ملفت للنظر. على فكرة ممكن نعقى أبائنا وأماتنا. فنستغفر الله. ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أي عقوق وبعدين لو أبوي عايش أو أمي عايشة أروح أبره. طب لو مات أدعيله وأكثر من الدعاء والصدقات. وأعمل كل حاجة تفرحه ولو كان عايش أعمله هو ميت. على فكرة الميت يفرح بالصدقة كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه. فكل من تصدق عن أبائنا وأماتنا هم في قبرهم يفرحوا زي ما نكون بالفعل روح نظرناهم وأدمنا لهم هدايا. وعلى هذا يبقى هي إن شاء الله إذا تحسن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا أحسنت ما بينه وبين الله ربنا سبحانه وتعالى يحسن ما بينها وبين ابنها. وربنا يهدي ابنها يا رب يعني يعني يرزقه بر والدته علشان هو كمان ما يندمش فيما بعد إنه مبرش والدته. طيب بتدعي كتير وما فيش استجابة وده كتير مننا بتحصل. بندعي كتير وما لاقيش استجابة. على فكرة يعني الأمر مش مرتبط إنه عشان أدعي لازم ربنا يستجيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما علمنا ندعو بعد ما عرفنا أهمية الدعاء وكذا وكذا قال أن المسلم عندما يدعو فإن له بدعائي إحدى ثلاثة. إيه من أن يجاب له؟ يعني أقول يا رب أتعين في الوظيفة الفلانية. طي تعيني خلاص كده استجيب خلاص خلصت الحكاية. طيب وإما أن يكف الحق تبارك وتعالى عنه بلاء كان سينزل عليه. يبقى الدعاء له طالع لله سبحانه وتعالى قابل البلاء اللي كان نازل فالتنين بيتعاركوا إلى يوم القيامة. يبقى هذا الدعاء كف عني مصيبة كانت نازلة. يبقى حماية ولا مش حماية؟ حماية. طيب. ولو أنا برحي ربنا بس ما كانش فيه مصيبة نازلة ولا حاجة. الحاجة الثالثة يبقى أن ربنا يتدخرها لنا في الآخرة. يبقى إذن الإنسان المسلم عندما يعد الله سبحانه وتعالى لا يعدم فائدة. على كل حال له فائدة عند الله سبحانه وتعالى. الفجر بتسأل حضرتك العزر الشرعي بدأ بدأ يجي لها. فبدأت الدورة يعني تنقط عليها. فهل تفتر كده ولا تكمل صيامها؟ إذا بدأت بأعراضها والعلامات اللي هي عرفاها يبقى خلاص دورة الشرعية وسلتزم بيحكمها. طيب جميل. ولدها شرب ميا بعمل وبقصد في رمضان؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى كثيراً ويعوض هذا اليوم بيوم صيام بعض رمضان إن شاء الله. ملوش كفارة أو؟ لا مفيش كفارة هو بس يقضي يوم عن هذا اليوم إن شاء الله بإذن الله. طيب أستاذ منار حد بيبعت لها مساعدة لوحدة بتربى أيتام. فبعد فترة الست اللي بتربى أيتام قلت لها لأ أنا خلاص أنا مش محتاجة الحمد لله. فهي خدت المبلغ ده وديته لحد تاني. بس من غير ما تبلغ الشخص الأولاني اللي ده الفلوس. هل كده عليها زنب أو اسم؟ مش زنب ولا اسم ولكن المفروض تبلغ صاحب الصدقة. وتقول له فلان مدام كم يبعت لي واحدة بالاسم والفلانة الفلانية يبقى لازم نروح نقولك فلانة دي الحمد لله ربنا يصرها الأمر وقالت إن هي الآن غير ما يحتاج لهذه الصدقة. فأنا وجهتها إلى فلانة موافق ولا مش موافق. إن أنا موافق خلاص مفيش مان. إن قال طيب أنا موافق فيما مضى ولكن في المستقبل أعطيها لي فلانة نلتزم. قال لا مش موافق على اللي فات. هي يلزمه هذا المال في أموالها. يعني لازم تستأذن الأول. لازم تستأذن طبعا. طيب بتعمل حد كويس وبتتقي ربنا فيه. والحد ده يعني رد الفعل بيجي بالعكس. أو بيقابل الحسنة بالإساءة. وهي تعمل ايه؟ واضح إن هي متضايقة كمان جدا. لحد من قريبهم. أول حاجة لازم نكون عارفين إن احنا بنعمل ربنا سبحانه وتعالى. نحن لا نتعامل مع الخلق. نحن نتعامل مع رب الخلق. طيب أنا بعمل فلان معاملة طيبة لكن بعمل معاملة سيئة. أنا أعمل ايه؟ أدعيله بالهداية. طيب لو أنا باستمرار معاملتي معاه وهذه الصلة معاه بيلحقني أذى. نخفف العلاقة شوي. يعني ما نسترسلش أوي ما نتعمقش أوي في العلاقة. ولكن ما نقطعش حتى نكون قاطعين صلاة الرحيم. وأنا دعو الله بالهداية والرشاد للجميع. أنا أشكر فضلتك شكرا جزيلا. فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتحة بدور الإفتال المصرية. حضرتك شرفتنا ونورتنا يا دكتور علي. مشاهدينا الكرام. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة. وأشوفكم على خير بإذن الله. موسيقى موسيقى موسيقى